سبع عشرات مفوضية عن مختلف المدن والمناطق الليبية حضرنا الاجتماع الصنوي لوضع خطة المفوضيات الكشفية لعام 2020 ومناقشة ما أسهم فيه رواد الكشاف من أعمال حدت من مخاطر حوادث السير ومخاطر التلوث على البيئة وتقييم عمل المفوضيات في السابق وما ستقوم به مستقبلا نحن الآن في ملتقى الرواد على مستوى البلاد ونحن ساعدين جدا بحسط الظيافة والكرام التي قدمتها لنا منطقة الجفرة الشيء الذي نحن نحبه أن وحدت ليبيا هنا ثلاثة أشياء من زمان وحدت ليبيا الحركة الكشفية وحدت ليبيا الجامعة الليبية ووحدت ليبيا الجيش الليبي في هذا المنطقة تتناول نشاطاتنا في سنة 2019 ونناقش النشاطات القادمة في سنة 2020 في هذا اللقاء أيضا نبو نناقش عملية حماية البيئة ومتواجهة المدن الليبية في ربوع ليبيا كلها من عدم اهتمام بالبيئة بالتعاون مع المجالس البلدية فالرقيب مستوى البيئة والحضارة في منطقنا ليبيا أنشطة مختلفة أسهمت فيها الكشافة ولازالت تصهم فيها للحد من المشكلات والعوائخ المستمرات في البلاد ومعالجتها بشكل تضوعي وبمجهودات من المفوضيات تصهم في تصحيح العديد من العراقيل ترجمة نانسي قنقر